موسيقى الحياة أنه صفر المزامير مليان بالرسائل اللي كل واحد فينا بيفضل يقولها ويرددها وكلام كتير جدا موجود جوه المزامير بنحسى وقات إنه اتقاله كأننا إحنا اللي بنقوله كمان الرسائل اللي موجهة لكل شخصي فينا كده على حدة من سفر المزامير ومن كتاب المقدس بشكل عام بتدخل كده موجهة لظروف كل واحد فينا وكأن الله بيبعث رسالة خاصة بكل واحد فينا على حدة الصلاة بلا جاجة الصلاة بالثقة في ربنا الصلاة إننا طول الوقت محتاجين رحمة ربنا الصلاة إننا محتاجين نسمع صوت ربنا إنه يا رب بقف كتير وبنقف كتير نصلي ونقوله يا رب أنا مش عارفة أسمع صوتك أنا مش عارفة أنت إيه إرادتك مش عارفة إيه ما شئتك مش شايفة الطريق الصح بتاعك فين كل ده المفروض بنسمع رده عن طريق كلمات الكتاب المقدس النهاردة معينا جزء من مزمور 143 نتكلم فيه أكتر نعرف فكرة عامة كده عن المزمور وناخد كل واحد فينا رسالة خاصة بيه من خلال كلمات المزمور مع ضفنا لنوارنا جدا وجوده معينا النهاردة أستاذ مخايل سعدة خدم بكنس الكديسة العدراء مريم النوزها الجديدة صباح الخير صباح الخير منوارنا نخرج نسمع الآيات اللي موجودة معينا النهاردة من مزمور 143 ونتكلم فيها مع حضرتك بعدما ناسبع تفضل أسمعني رحمتك في الغدات لإني عليك توكلت أعرفني الطريقة التي أسلك فيها لإني إليك رفعت نفسي انقذني من أعدائي يا رب إليك التجأت علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستوية من أجل اسمك يا رب تحييني بعدك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتبيد كل مضايق نفسي لإني أنا عبدك ناس كتير جدا مننا بتصلي بنفس الشكل وبتتكلم بنفس الطريقة مع ربنا وتحس طول الوقت أنها محتاجة تسمع صوت الله ومحتاجة أنها تحس برحمته وتسمع كمان رحمته النهاردة هابين نتكلم أكتر بقى في تفاصيل المزمور ده في البداية كده أستاذ مخايل كلمنا عن المزمور بشكل عام دينا فكرة عامة عنه الأول وبعدين نبدأ بقى نتكلم في الآيات اللي موجودة معنا الحقيقة هو المزمور 143 هو موجود في صلاة باكر آخر مزمور في صلاة باكر الحقيقة في الفترة دي الوقت اللي قاله داود عليه المزمور كان فترة عصيبة بالنسبة له كان يعني مطارد من شاول الملك وكان يعني مضغوط جدا فهو دايما تعود داود لما يكون مضغوط أو ما يكون فرحان أو في أي حالة من حالاته يتجي إلى ربنا ويكلم ربنا حتى لو متضايق بيقوله أنا متضايق حتى لو مبسوط بيقوله أنا مبسوط ولكن في المزمور ده بالذات طالب مراحم ربنا لأنه هو يعني وبيقول لربنا أنا متكل عليك كاملة لأنني اتكلت عليك لأنني إليك توكلت يعني كله بيقول لربنا أنا سايب الأمر كله في إيدك وإنت حتتصرف ويا ربي أنا موافع على اللي أنت هتعمله فالحقيقة يعني المزمور ده بيعلمنا كتير قوي إن إحنا الاتكال على ربنا خيره من الاتكال على البشر وفكرة إنه أسلم لربنا كده وابقى طول الوقت شايفة وحاسة إنه هو هيتصرف ويعمل الصالح لي يعمل الخير لي دي مش بتبقى موجودة عند كل الناس أو بيبقى صعب التسليم طول الوقت في طول الظروف اللي بنتعرض لها أوقات كتير في صلاتنا بنقف وإحنا فقدين جزء كتير من تسليمنا ورجعنا فزي نعرف نوصل للمرحلة اللي فيها داود الحقيقة داود هو وصل لمرحلة جيدة جدا لسبب بسيط جدا لازم نعرف أنه دايما داود لما بيشتكي ولما بيضيق عليه نفسه بيكون بيكلمه وواثق من حل ربنا ربنا هيحل القضية لو نلاقي مزامير داود كلها لو بصنا المزمور التالت لماذا يا رب كسر لذين يحزنونني كسرين يقاموا عليك كسرين يقول لنفسي ليس له خلاص بإله ويرجع في الآخر بيقول إيه لأنه أنت مجدي ورفع رأسي أنت يعني نصار تني المزمور التالتاشر إلى متى يا رب تنساني يعني بيلوم برضو أوقات كتير مش بيلوم بس بيشتكي بيشتكي ربنا بيشتكي ربنا بس يرجع في الآخر بيقول إيه إليك تسبحت باسمك يا رب لأنه واثق في النهاية أنه لما بيشتكي ربنا مش شكوى كده في الفادي وخلاص ولا بيتكلم كلام بيفضي عن نفسه ولا حاجة لا ده هو عارف أنه ربنا حيستجيب فهو في نهاية المزمور لازم بيبين أنه ربنا حيستجيب حيستجيب أو يمكن واثق أنه ربنا يمكن استجاب كمان مش حيستجيب فهنا يعني دي نقطة لازم تعلمها من داود النبي إحنا لما بنصلي ساعات بنقف ونبقى يعني عندنا يأس كامل لا اليأس ما ينفعش في حياتنا ليه لأنه ربنا موجود ربنا بيحلنا المشكلة طبعا ما اتجأنا لربنا خلاص يبقى لازم نصق أنها هتحل لكن لو اتجأنا لأي شخص أو أي بشر مش شرط يتكون تتحل ولكن اتجأنا لربنا دينا الثقة الكاملة زي ما داود كان عنده الثقة الكاملة أنه ربنا حيستجيب وحيدي له اللي هو طلبه وحيرياحه في الآخر طبعا يعني إيه أصلي طول الوقت بالأجاجة هل معنى الصلاة بالأجاجة دا اللي هو أفضل أزن على ربنا يعني طول الوقت عشان ينفذلي طلبي ولا في ناس كثير بتقول تموه ربنا عارف أنا عايزة إيه ليه أفضل أقول وعيد كثير في الطلب اللي أنا أطلبه منه ربنا عارف إحنا عايزين إيه وإحنا طلبين إيه خلاص إحنا ما فيش مشكلة في كده ولكن ربنا عايز يسمعني عايز يسمع صوتي ساعات ساعات بتيجي ديئة لأن أنا بعيد عن ربنا وربنا نفسه يسمع صوتي فبيديني حاجة يعني تخليني أنا يا ربي أنا محتاج لك أنا ملتجأت لك ربنا عارف كل حاجة ولكن ربنا عايزني أنا أخذ ودي معاه بس الصلاة بلجاجة معناها أني بكرر طلبي طول الوقت ولا أطلب الطلب من ربنا مرة واحدة وخلاص يعني لو هو كان الغرض من الديئة لربنا بيسمع بيها والتجربة لربنا بيسمع بيها هو إنه يسمع صوتي تمه وأنا ممكن أسمع ربنا صوتي من أول مرة وخلاص وأسكت بعد كده لازم أصلي بلجاجة مرة واثنين وثلاثة وقوله يا رب أنا محتاج لك أكتر يا رب حليلي المشكلة فلانية خرجني من الديئة دي ابعد عني الأشرار وإلى آخره ولا ممكن من أول مرة ربنا يستجيب لا ما هو كلمة اللجاجة دي مش معنتها أني أنا نفس الموضوع كل شوية أقوله يا رب ما أنت ما عملتهوش يا رب أنت لسه لا مش دي اللجاجة اللجاجة أني أنا أصلي باستمرار أصلي باستمرار يعني مش شرط مش لغير نفس الموضوع مش شرط نفس الموضوع ولكن أني أنا باستمرار أنا اسم ربنا في بقي يعني أنا دايما بتكلم بسبح ربنا بتكلم مع ربنا دايما أني أنا يعني حتى كلماتي اللي بتخرج للناس ما تبقاش كلمات مبتزلة بالعكس تكون كلمات رزينة ومتزنة وغطبال حددتك فهنا طالما اسم ربنا على لساني على طول فبإذن أنا لساني مش هيغلط فإذن هنا الصلاب لجائة يعني معنتها أني أنا دايما أكون في صلة بيني وبين ربنا في كل وقت وفي كل مكان بالعكس داي الصلاة دي هي الطقس أسهل طقس ليه لأنه في أي لحظة في أي مكان في أي وقت أنا ممكن أتكلم ربنا وأنا برا وأنا جوة البيت وأنا في الكنيسة وأنا في الشغل أنا في أي مكان ممكن أتكلم ربنا على الآل على الآل أقوله يا رب يا ربنا يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ دي صلاة يسوع دي باستمرار لازم تكون في بقي على طول أو في لساني على طول للصلاة طب يعني لو مثلا أنا عندي طلب هو الشغل الشاغل في حياتي طلبة أنا بطلبها من ربنا بقى لي كتير جدا وربنا قعد فترة طويلة قوي ما استجابش للطلبة دي هل ما طلبهاش منه تاني وخلاص وفهمت بقى أنه عدم استجابة ربنا ليه في الطلبة دي هو كده مش موافق على الطلبة دي والله أفضل برضو أطلب الطلبة بالنسبة لي أنا مثلا الوحيدة اللي شغلاني الفترة دي أطلب منه كذا مرة ولا خلاص يعني ناخد مثال مثال في الكتاب المقدس زكريا الكاهن زكريا الكاهن كان طالب ابني ليه خلاص فهو طلب لكن لكن كان بيطلب كمان مع كده بيطلب للشعب خلاص للشعب اللي هو بيصلي عنه زكريا الكاهن لم يفقد ثقة بربنا فضل يطلب عشان كده لما الملاج جاء وقاله إيه تلبطك سمعت تلبطك إمتى بتاعت زمان ولا بتاعت دي الوقتي كان بيطلب كان بيطلب لنفسه ولم يفقد الثقة برحة لتك ولكن في الوقت نفسه ما كانش بيطلب لنفسه بس كان هو همه برضو الشعب اللي وقف بره دي كان بيطلب له يبقى إذن هنا الطلبة آه أنا ممكن أطلب وحتى لو الاستجابة اتأخرت أطلب وأنا واثق أنه الاستجابة دي هتكون موجودة ليه لأنني أنا عارف أن ربنا حيعمل لي الحاجة الصالحة لكن لو أنا طلبت طلب سيء تطلبونا ولا تأخذوا ليه لأنكم تطلبونا راضيا ممكن أطلب راضيا ولكن ربنا ما يستجب ليش المهول فكرة بقى أن إحنا ما بنسمعش أو ما بنفهمش أو ما عيوننا وقلبنا مش بتبقى مفتوحة طول الوقت بنبقى شايفين أنه اللي بنتطلبو ده حاجة كويسة لنا إحنا نظرتنا ضعيفة البشرية إحنا كائنات ضعيفة طبعا أمام الله فأنا شايفة أنه أنا ما بطلبش راضي فلي يا ربنا ما بتستجبش لأني أنا ما عنديش الإيمان الكافي بأنه هو ده الإله الإله اللي هيستجيب لطلباتي السليمة والصحيحة التي تفيدني شخصيا قلت برحلتك لكن لو ربنا ما استجبش طب يعني طب المثال اللي احنا قلناه لو ربنا كان استجاب لزكريا من أول مطلب ما كناش هنسمع عن يوحن المعمدان أو هنسمع عن زكريا الكاهن أو الإصابات أو الناس دي كلها ولكن ربنا استجاب في الوقت المناسب قبل مجيء السيد المسيح بست شولي عشان هو ده اللي هيقود الشعب أو ده اللي هيعرف الشعب بربنا يسوع المسيح فهنا إذن عدم الاستجابة في الوقت المحدد يبقى إذن ربنا مستني عشان يدينا الاستجابة في الوقت الصالح والمفيد بالنسبة لنا طب هنا الآيات اللي موجودة معنا بدأت ب أسمعني رحمتك أسمعني رحمتك يمكن كلمة يعني مش منفهمها طول الوقت يعني أسمعني رحمتك دي يا إما بنقول أسمعني صوتك يا إما حسسني برحمتك أسمع إزاي رحمة ربنا هو بيقوله أسمعني رحمتك في الغدات في الغدات يعني الصبح أو المصح الصبح يا ربي سمعني رحمتك يعني يا سمعني الرحمة يعني لأننا اليوم كله عشان كده دي على فكرة في صلاة باكر عشان اليوم كله أنا يعني عايش برحمتك عايش برحمتك إحنا كتير جدا منتعرض الحاجات إمكن إحنا مش مخدين بالنا إن إحنا نتعرضنا للحاجات دي وربنا أنقذنا منها لأنه فعلا أسمعنا رحمته أسمعنا إزاي بأنه نفذ الكلام ده أنه إحنا رحمته يعني معانا طول اليوم أيوة أنا مدركة ده بس الفكرة في أنه أسمع إزاي رحمة ربنا رحمة ربنا بنحسها أو بنشوفها بنشعر بيها ممكن هنا كانت قال أرني رحمتك لكن فكرة أسمعني رحمتك دي شوية سمعني صوتك مثلا يا رب سمعني كلمتك يا رب وريني رحمتك خليني أحسها لكن أسمع الرحمة بيبقى شعور أو حاجة بتخش جوانا والسمع بيجي نتيجة حاجة مادية فالتنين مختلفين عن بعض شوية فهنا فيه تفسير معين لده التفسير أن أنا عشان أسمع صوت ربنا وأسمع رحمة ربنا أنا بقرأ في الكتاب المقدس عشان أسمع صوت ربنا فأنا رحمته لازم أكون واثق أنه رحمته معايا فاسمعني رحمتك يعني هي كناية عن أنه اوجد رحمتك معايا أو خلي رحمتك معايا طول اليوم كل يوم الصبح سمعني أنك أنت فعلا وقف معايا طول اليوم فكذا يبقى كلمة اسمعني رحمتك كناية عن أنه يا ربي وريني رحمتك اللي أنت يعني مجاهزها لطول اليوم في المزمور كمان قال له كده عرفني الطريقة التي أسلك فيها لإني إليك رفعت نفسي وإنقذني من أعدائي يا ربي إليك التجاد الطريق الصح هو طريق ربنا أنا أعرف حدثه إزاي طيب إحنا عشان نتكلم عن موضوع الطريق ده إنه إحنا عايزين نقول المزمور ده بيتكلم عن السلوس المقدس بيتكلم عن ربنا اسمعني رحمتك يا ربي وعرفني الطريق والطريق اللي هو مين أنا هو الطريق والحق والحياة هو السيد المسيح طبعا وبعد كده بيقول بيقول روحك الصالح بيكلم عن روح القدوس إذن هنا في المزمور ده بيكلم عن عن السلسة أقانيم الآب والإبن والروح القدس هنا بيكلم بيقول عرفني الطريق عرفني الطريق يا ربي لأنه فعلا أنا محتاج محتاج إرشاد ربنا وإرشاد روح القدس إنه أنا أعرف الطريق الصح اللي أمشي فيه فهنا دي يعني مقولة جيدة جدا إن أنا كل يوم الصبح أقولي يا ربي عرفني الطريق اللي أمشي فيه أنا ممكن أمشي في طرق ممكن يعني يعني تبعدني بعيد عن ربنا ولكن لا يا رب أنت عرفني الطريق بدونك لا أقدر أن أفعل شيء عرفني يا ربي الطريق اللي أنا أمشي فيها واللي أنا أسلك فيها يا ربي من الصبح ها هو نحن نتحدث في الصبح لحد طول اليوم عرفني الطريق عرفني طريق السيد المسيح عرفني طريق الحق فهنا يعني بيطلب أنه ربنا يرشده للطريق الصح طول اليوم اللي هو يعني بادي من دلوقتي اتقال في الآيات الموجودة معينا من أجل اسمك يا رب تحييني بعدلك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستقص الأعداء وتبيد كل مضايقي نفسي لإني أنا عبدك بتكلم بثقة كبيرة جدا احنا وقت كتير بنطلب الطلب من ربنا بس بنبقى خايفين أنه ما يتعملش أو أنه يا رب كلامي مش وصل لك أو أنه أحساسي يا رب مش وصل لك أو أنه ما فيش الثقة الكافية اللي بتكلم بيها هنا داود النبي أو بتكلم بيها آيات المزمور احنا عايزين نتكلم في ثقاتنا في ربنا نوصل لها ازاي ثقاتنا في ربنا هو أنا طالما أنا مؤمن أن ربنا هو ضعبة الكل يبقى لازم أنا أثق في كل حاجة ربنا بيعملها هنا يعني شوف حضرتك بيكلم عن عن الرحمة والعدل في نفس الوقت وده أسفات ربنا معنا ربنا بيتعامل معنا كده بالرحمة وبالعدل عدل ربنا أنه إحنا كلنا خطاة والخطية تؤدي إلى الموت ولكن رحمة ربنا أنه أنقذنا من هذه الخطية وعرفنا طريق الحياة يبقى إذن هنا الراجل ده بيكلم بثقة عنه أنه ربنا برحمته وبعدله إحنا ماشيين وهيشين في حياتنا وبعدين في النهاية برضو بيقوله أنا عبدك عارف نفسه وعارف مكانته وعارف كل حاجة داود عارف أنه هو بيكلم ربنا أنه بيكلم الإله العظيم وأنه هو عبد محتاج لرحمة ربنا محتاج لعدل ربنا عشان يسلك في الطريق اللي هو ماشي فيه هنا واثق بيقول إيه إحنا لازم نتعلم ديت لازم نكون عندنا ثقة في أنه هو ضابط الكل عندنا ثقة أنه هو يعني دايما بيعمل الصالح لنا عندنا ثقة أنه هو المخلص الوحيد اللي خلصنا من كل شرور العالم عندنا ثقة أنه هو بيرس الملاك يحرصنا في كل لحظة كل دي لازم يكون عندنا ثقة ديت لأنه لدي الحقيقة ده اللي بيحصل أيها طبعا أنا مع حددك أنه هي دي الحقيقة وأنه طول الوقت ربنا بيبعد ملاك ويحرصنا طول الوقت بيبعد عندنا الأشرار لكن الله لما بيسمح بوجود أشرار في حياتنا أو وجود أزية في حياة أي حد فينا أو بيسمح بتجربة ما بيدي بوجع بألم خاصة لو الألم ده جاي من بشر زي يعني مش بتكلم في التجارب اللي ربنا بيحطنا فيها اللي هي مثلا حد ربنا سمح بمرض ما عنده اللي ربنا سمح بأنه أحد قريب منه يروح السماء مش بتكلم في الحاجات دي لكن بتكلم فيه أزى الأشخاص لبعض لما بنقف قدام ربنا كده وبألمنا وجعنا اللي هو أنت ليه يا رب سمحت لده أنه يؤذيني ليه سمحت لده أنه يوجعني ليه سمحت لده أنه يعمل حاجة الفلانية أوقات كتير بعد فترة كده بنلاقي الشخص ده بيكمل في شره بيكمل في حياته التبع إبليس بنفقد أوقات كتير راجعنا أنه الشخص ده هيفضل كده طول حياته فالثقة بقى في أنه ربنا هيعرف ياخد حقوقنا دي وربنا هيعرف يحافظ علينا طول الوقت دي نجيبها ازاي بس أقول لها ذاتك نحن نتكلم عن داود داود كان يعني محارب من أكتر الناس أقرب ناس ليه اللي هو أبشالهم ابنه فرغم ذلك وأنه ما فيش أقرب من الواحد من ابنه فإنه ابنه هو اللي يحربه ويبقى هربان من ابنه عشان ابنه ما يقتلوش فدية صعبة جدا على البناء ده ولكن في نفس الوقت لو شفنا المزمور بيتكلم على أنه أنه ربنا انقذني من أعداء يا ربي إحنا في حياتنا مش بس أعداءنا اللي هم الإبليس وأعوانه ولكن إحنا فعلا لنا أعداء على الأرض وعداء ومؤذين جدا لكن ربنا سمح بوجودهم أولا أنا أعرف عدوي من حبيبي أن أنا أبقى متعلم إزا أتعامل مع الآخر دي المرة واحد نمرة اتنين أني أنا أتحمل يعلمني الصبر أتحمل يعلمني ينقيني من كل حاجة سيئة أنا دايما أقوله قلبا نقيا اخلق فيها الله ليه؟ عشان أتحمل الأعداء دول عشان أبقى عارف إزاي أتصرف مع الأعداء دول وبعدين في النهاية بيقول لي إيه أحب وعداءكم باركوا لعينيكم يعني أنا كل ده لازم يكون عندي بروح ربنا اللي ساكن جوايا هنا لازم يكون عندي السقة الصبر الرجاء كل ده لازم يكون عندي عشان أنا يعني أعرف أتخطى كل المشاكل اللي ممكن تحصل لي من الآخرين بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مخايل سعد خادم بكنيسة القديسة العذراء أمارية والنوزة الجديدة نورتنا النهار ده في صباح النور شكرك هنكمل معاك وبقى فقرات الحلقة بعد الفاصل ده استنونا مرة تانية اشتركوا في القناة